استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيد إيفيتسا داتشيتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية والوفد المرافق له والذي يزور مصر على رأس وفد برلمني الصربي أكد المستشار حنفي جبالي أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية وراسخة ومؤثرة بالنظر إلى دورهما في تأسيس وقيادة حركة عدم للحياز وخلال اللقاء تطرق رئيس مجلس النواب مع نظيره الصربي إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة لأسيما على الصعيد البرلماني من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية الصربية اهتمام بلاده بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية